السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصفة الخامسة الابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغتي الجميلة أيضا أرحب الطلاب والطالبات المنضمين إلينا من فئة الصم وضعاف السمع برك الله فيكم سبق وأن نبهتكم وأشرت إليكم أننا نحتاج الدرس السابق إلى هذا الدرس درسنا الذي كان قبل هذا الذي كنا نتحدث عن نص درسهم في الصداقة وقمنا بتحليل هذا الدرس وتوضيح أكثر لعناصر القصة الآن سوف نحتاج تطبيق كتاب قصة بأسلوبه في نهاية درسنا اليوم ولا يمنع أن نذكر ببعض الأساسيات أيضا أرحب الزميل الأستاذ بندر الصالح معي في لغة الإشارة لترجمت درسنا للفئة الغالية على قلوبنا بلغة الإشارة بارك الله فيكم موضوع درسنا اليوم كتابة قصة مكتملة عناصر الجزء الأول أنتقل وإياكم إلى الأهداف المراد اكتسابها نهاية درسنا أولا أتعرف على بنية القصة والعناصر الأساسية للقصة ثانيا قراءة نص القصة قراءة سنمة ثالثا كتابة خارطة معرفية للقصة رابعا وهذا المهم كتابة قصة بأسلوب أنا الطالب والطالبة وكل من يتابعنا نستذكر بشكل سريعي والأبطال في الصف الرابع الابتدائي تعلمنا عناصر القصة ودرسناها جيدا وهي كما تلاحظون المكان والزمان ثانيا الشخصيات ثالثا الأحداث رابعا العقدة وهي المشكلة خامسا الحل هذه العناصر الأساسية يجب أن تتوفر في كل قصة أو في أغلب العناصر تتوفر في كل قصة أيضا لتحليل القصة نتعرف على أن القصة تبنى القصة من عناصر خمس يمكن أو عناصر خمسة يمكن تحليلها بالإجابة عن الأسئلة التالية ماذا من متى أين لماذا سبقا أوضحناها في درس السابق لا مانع نمر عليها بشكل سريع ماذا للاستفسار عن مجموعة الحوادث التي يؤلف بينهما الكاتب أو بينها الكاتب أيضا ويدخل من ضمنها المشكلة والحل وتكون بالترتيب أيضا من لتعيين الشخصيات متى لتحديد زمن الأحداث أين لتحديد مكان الأحداث أخيرا لماذا لاستخلاص العبرة أو المغزة من القصة كالفائدة مثلا أما اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نقوم بالتواصل الكتابي بكتابة قصة ولكن بطريقة جديدة أعود إلى إحدى مجلات الأطفال وأختار منها قصة وأقرأها بتمعن ثم وثقها وثقها بدقة بارك الله فيكم أيها الأبطال يمكنكم الرجوع إلى مكتبة المدرسة يوجد لديكم في مكتبة المدرسة مجموعة كثيرة من القصص القصيرة التي تسهل عليك عملية التطبيق إن لم يكن متوفر لديك لا مانع من الرجوع إلى المواقع على الشبكة العنكبوتية والبحث عن قصة قصيرة موثقة أو عن طريق مجلات الأطفال وتكون فيها مجموعة من القصص الجميلة بعد أن نجد قصة نقوم بالتالي أولا كتابة عنوان القصة عنوان القصة يكون ممكن في بداية الغلاف أو في أول النص أيضا اسم الكاتب كاتب القصة ثانيا اسم المجلة التي وردت فيها هذه القصة ثالثا الرقم العدد لهذه المجلة أيضا أملى خريطة القصة التي قرأتها هذه هي الخريطة وهي أناصر القصة بعد أن أقرأ القصة أغلق القصة تماما أستذكر أبدأ ب أحسنتم ملء هذه الخريطة المكان الزمان الشخصيات المشكلة والحل إذن ننتقل الآن إلى هذه القصة ونبدأ بالقراءة بارك الله فيكم ونطبق عليها ما تعلمنا حول عناصر القصة وتحليل القصة كما تلاحظون بارك الله فيكم أن عنوان القصة الحمامتان والسلحفات نبدأ نقرأ بارك الله فيكم يحكى أن حمامتين جميلتين قررت السفر والابتعاد عن الغدير الذي عاشت إلى جانبه طويلا بسبب شح الماء فيه فحزنت صديقتهما السلحفة وطلبت منهما أن تأخذها معهما فأجابتهما الحمامتان بأنها لا تستطيع الطيران بكت السلحفات كثيرا وتوسلتهما بأن تجد طريقة لنقلها معهما فكرت الحمامتان كثيرا وقررتا حملها معهما فأحضرتا عودا قويا أمسكت كل واحد أمسكت كل واحدة منهما به من طرف وطلبت من الحمامة من السلحفات أن تعض على هذه أو أن تعض على هذا العود حتى تطيرا بها وحذرتها من أن تفتح فمها مهما كلف الأمر لأن ذلك سيؤدي إلى سقوطها وافقت السلحفات على ذلك ووعدتهما بأن تنفذ ما طلبتها ما طلبتاه منها وطارت الحمامتان فوق الغابة إلى أن رأى بعض الناس الحمامتين والسلحفات فقالوا يا للعجب حمامتان تحملان سلحفة وتطيران بها لم تستطع السلحفة تمالك نفسها فقالت فقأ الله أعينكم ما دخلكم أنتم فسقطت بعد أن أفلتت العود من فمها وتكسرت أضلاعها وقالت باكية هذه هي نتيجة كثرة الكلام وعدم الوفاء بالوعد إذن هذا هو نص القصة الذي أنا بحثت عنه و قمت بإحضاره لندرسه ونتعلم عليه أيها طبعا بإمكانكم اختيار القصة التي ترونها مناسبة والتطبيق عليها ما تعلمنا إذن سوف نملأ هذه الخارطة أيها الأبطال بعد العودة إلى إحدى مجلات الأطفال وأخترت هذه القصة التي كانت بعنوان إذن عنوان القصة الحمامتان والسلحفات أيضا الكاتب هو عبد الحميد شمس الدين أما اسم المجلة أجمل القصص القصيرة رقم العدد 20 بعد أن نقوم بهذا العمل أيها الأبطال ننتقل إلى الخطوة التي تليها وهي وهي التي تتعلق بعناصر القصة أريد منك بعد أن تكتب القصة وتنتهي منها الابتعاد عن النظر إلى القصة ثم تذكر عناصر القصة التي وردت معنا في القصة المكان كما تعلمنا قبل قليل وقرأنا المكان في الغابة قرب النهر أما الزمان في أحد الأيام الشخصيات الحمامتان والسلحفات المشكلة كانت المشكلة أيها الأبطال هو أن السلحفة تريد السفر مع الحمامتان مع الحمامتين ولكن لا تستطيع الطيران فكرت الحمامتين فكرت الحمامتان بحل وهو وضع تمسك به السلحفة وتطير به الحمامتان بهذه الطريقة بعد أن أنتهي من كتابة عناصر القصة الآن بهذه الطريقة أيها الأبطال أستطيع أن أكتب قصة بأسلوب أستذكر العناصر وبناء عليها في الغابة قرب النهر أستطيع أن أكتب أو أقول يحكى أنه في الغابة وقريبا من النهر إلى آخرة ثم أوضيف الشخصيات ثم أوضيف الأحداث إلى أن أنتهي من كتابة القصة بهذه الطريقة أيها الأبطال قبل كتابة القصة نتبع التالي أولا أبدأ كتابة القصة ولا أشغل بالي بالتصحيح هذه النقطة الأولى أبدأ كتابة القصة ولا أشغل بالي بالتصحيح النقطة الثانية أراجع ما كتبت من أولا تسلسل الأحداث القصة فلا يأتي مثلا الحل قبل المشكلة أو الشخصيات قبل الزمن والمكان مثلا أو الأحداث تكون غير مرتبة بهذه الطريقة يهو الأبطال إذن تسلسل الأحداث القصة ثانيا وضوح الأفكار ثالثا تصحيح أخطاء القواعد الإمليئية وعلامات الترقيم المناسبة كيف أفعل ذلك يهو الأبطال أستعين ممكن أن أستعين بزميلي أو زميلتي ومعلمي ومعلمتي في عملية التصحيح لهذه المسودة بعد أن أنتهي أبدأ بكتابة القصة أكتب الموضوع بطريقة الفقرات في صورته النهائية بخط واضح وجميل أقرأ القصة بعد كتابتها بصورتها النهائية ثم أضع لها عنوان آخر من اختياري أتبع هذه الطريقة في كل ما أكتب فقرة بطاقة رسالة قصة إلى آخره المهم عندنا هنا أقرأ القصة بعد كتابتها بصورة نهائية هذا سوف نتحدث عنه في الدرس القادم سوف نأخذ نموذج ونتحدث كيف طريقة ألقاء الآن نحن هنا أكتب الموضوع بطريقة الفقرات في صورته النهائية بخط واضح وجميل إذن أستعين بخريطة القصة ووعيد كتابة النص بأسلوبي أو القصة بأسلوبي بهذه الطريقة ملاحظة أيها الأبطال دائما الفقرة إذا أردت أن تبدأ كتابة فقرة تترك مسافة كلمة في أول الفقرة ثم أبدأ بكتابة النص إذن بارك الله فيكم هذا التلخيص أو كتابة القصة بأسلوبي يحكى أن حمامتين كانت تعيش بالقرب من النهر في إحدى الغابات مع صديقتهما السلحفات وعندما جف النهر قررت الحمامتين الرحيل بحثا عن مكان للعيش فيه وعندما علمت السلحفاء بذلك حزنت وطلبت منهما أن ترحل معهما ففكرتا بطريقة لحملها واتفقتا على أن يحملانها أو يحملاها بواسطة عود تمسك به بفمها كما طلبت منها أن لا تتكلم إذن تمسك بفمها وأن لا تتكلم حتى لا تقع فوق الغابة سمعت السلحفاء من من يقول كيف لسلحفات أن تطير فقدت السلحفاء صبرها ونسيت وعدها فتكلمت فوقعت وتكثرت أضلاعها وهذا جزاء من يتكلم كثيرا ويخلف وعده إذن أيها الأبطال أريد منكم التأمل لهذه القصة والكتابة وعلامات الترقيم وأيضا الكلمات من الناحية الإملائية والنحوية ثم التطبيق بإحضار قصة جديدة والتطبيق عليها بارك الله فيكم بهذه الطريقة نكون قد أنهينا درسنا عن كتابة قصة بأسلوبه والأهداف التي اكتسبناها بنهاية درسنا تعرفنا على بنية القصة والعناصر الأساسية لها وهي خمس قرأنا نص القصة قراءة سليمة كتابة خارطة معرفية للقصة أخيرا كتابة قصة بأسلوبه بارك الله فيكم نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا قادم عن إلقاء قصة أمام الجمهور إلى ذلك الحين سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته